عليك أن تشتاز كيلومترات طويلة تصل إلى مقر الأمن العام وتتابع مسارك تمر بخيم النازحين السوريين تضيق الطرقات قبل أن يلتقط هاتفك الإرسال السوري عندئذ تكون على الحدود اللبنانية السورية منازل متناثرة هناك تشاهد النسف السوري من المقاعد الأمامية غير أنه في الأيام الثلاثة الماضية اتسعى المسرح السوري لتصبح هذه المقاعد جزءاً من المشهد تكثف القصف السوري على القرى الحدودية لتتكثف معاناتها المنطقة الحدودية كلها عايشين بحولة خوف ورعب في عيال بياء البضياء بالليل مع بعيش بيجوا بالنهار وبالليل في نستأجروا في بعض البعض منه نستأجروا بيوت بالليل عم بيطلعوا يعني يروحوا في كذبات عائلات نسوين وولاد ما بتقدر تحمل تسمع الأصوات يعني أيضاً ودولتنا نحن بمأنى نائي بنفسها عن الوضع السوري كنا نطلب منه على الأقل تحمل يعني تكون تحميها الحدود وتمنع التسلل النواب باللومان طبعاً ما في شيء أحداً لا بيطل حداً علينا ولا بيطل على الحدود كلها نهيئاً لا دور للنواب بهالموضوع هذا من على النهر الكبير الفاصل رئيس بلدية الدبابية الحدودية يوضح الصورة في عندنا ست نقاط للجيش السوري؟ للجيش السوري ايه عطول من تشري عطول من تشري الأصف بيصير من هول مرابر؟ لا الأصف بعيد أساً لجوة ما بيبين من هول لو من هولا يا هيني من دال واحد يحكي معنا شي نتفه بالفترة الأخيرة الأصف ما عم يجي بالقرى عم يجي باللوديين يعني أوقات عم يصير شزايا على البيوت يعني قريب على البيوت بس مش قريب كتير يعني هلأ هون تقريبا منه ما يوصل على البيوت بس إنه محل اللي فيه شجر محروق على الأرض هيده أزيف يجي عليها الساعة عطوا كيلو متر واثنان كيلو متر وصلوا للدوسة عمار البيكات خرب الديهود كل المنطقة وصل عليها أزيف منذ نحو سنتين ولبنان يعيش على إيقاع اللهب السوري في القرى الحدودية هذه لا يعود هذا التعبير مجازيا ورد الدولة النأي بالنفس سياسة النأي بالنفس هنا مسحة سمجة فالدولة نزحت من هنا منذ مدة طويلة وبانتظار عودتها يقف سكان هذه المناطق الحدودية كدولتهم على قريعة النهر بانتظار أن تمر جثة أحد أطراف النزاع في سوريا من على قريعة النهر أيضا جاد غصن قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر